اكد الاردن رفضه المطلقة لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان حول الوضع الانساني في اليمن والمعلومات التي تضمنها التقرير حول انتهاك قوات التحالف حقوق الانساني في اليمن واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في تصريح على همش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال ان الاردن وبصفته عضوا في التحالف الذي يهدف الى اعادة الشرعية في اليمن يؤكد ان عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن ومن الرئيس عبدرب منصور هادي كما جاءت التزاما بقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي كان اخرها القرار رقم الفين ومائتين وستة عشر وهو القرار الذي سهم الاردن باعداده واصداره وبين جودة ان هدف قوات التحالف هو اعادة الشرعية لليمن وانهاء الانقلاب على هذه الشرعية الذي كانت ادانته قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي عامة كما اوضح جودة ان الهدف الاسمى الذي عمل ويعمل من اجله التحالف هو حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته وبالتالي فانه من المستغربي ان يضع التقرير المفوض السامي العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التي دخلت لحماية الشعب اليمني من هذه الانتهاكات الجسيمة اشتركوا في القناة